الجانب الإنساني للجمهورية الجديدة في الحياة مختلف يعني شفناه في دعم المعاشات شفناه مع زاوي الإحتياجات الخاصة وفيما يتعلق بالعمال لم تنس أيضا الدولة المصرية العمالة غير المنتظمة شوفا كلامي عن فئة ربما كانت الأكثر ظلما على مدار عقود طويلة جدا كانت بتعاني من التهميش ما عندهاش تأمينات لو حد فيهم اتصاب خلاص يعني فيه عيلة كاملة وراه ما تعرفش هتعمل إيه بكرة الدولة المصرية حملت إيه فيما تعلق بالتأمين على حياتهم بتسجيلهم بإعارضهم للخارج من خلال هذا التسجيل بعدد كبير جدا من القطوات شوف الدولة المصرية منذ سنوات ابتدت تبص للعمالة الأقل دخلا أصبحت هدف بالنسبة لها زي ما قلت لحضرتك الحد الأدنى الأجور تطور ثمان مرات ده للفقات ده للعمال المنتظمين ده الكل كلام سليم كمان العمالة غير المنتظمة كانوا هدف للدولة المصرية منذ سنوات طويلة ويمكن شوفنا ساعة أزمة كورونا إزاي تصرف لهم ست منح إزاي خلال فترة برضو بعد فترة كورونا مباشرة يتعامل لهم ما يسمى بشهادات أمان يمكن كمان على المستوى التشريعي الدولة اهتمت بيهم سواء على قانون التأمين الاجتماعي في قانون التأمين الاجتماعي أو في قانون التأمين الصحي لو جينا نظرنا لقانون التأمين الاجتماعي هنلاقي ان الدولة يعني او القانون نص ان الدولة المصرية تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل وهو والعمل يتحمل قيمة اشتراكه بس عشان ده لو جراله حاجة او وصل لسن ستين يبقى ليه معاش في قانون التأمين الصحي الشامي الجديد اللي طبق في بعض المحافظات وليسه بتطبق في الباية بينص على ان كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون وان الدولة سوف تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل وده برضو من ضمنهم العمالة غير المنتظمة وانحنا شوفنا الرئيس في عيد العمال اللي فات اعلن عن انشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة والصندوق ده هيبقى هتولى كل الامور الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من تدريب تسقيف تهيئة فرص عمل تدريب كل حاجة هيبقى من خلال هذا الصندوق الدولة حتى نصب عينيها هذه الفئة من العمالة بحيث لان دول خارج الاقتصاد غير الرسمي لانهم كمان خلال مرحلة اللي جاية لو اضيفوا كمان للاقتصاد الرسمي هذه العمالة هتستفيد بشكل قوي جدا والدولة هتستفيد برضو بشكل قوي جدا فالاستفادة هتبقى للطرفين مفيش طرف هيستفيد وطرف لا اشتركوا في القناة